بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم قالوا اتخذوا من ردونه آلهة لولا يأتون عليهم بالسلطان بيل فمن أضلوا ممن اخترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأموه الكافر شغلك مربكم من رحمة ويهيئ لكم من نمركم مرفقا وترى الشمس إذا تعالت سابل عن تافين ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ذات الشمال وهم في فجعة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يذن فلن تجد له للجن الشدى وتحسبهم ميقابا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسقوا ذراعيهم المسيب لم اتلات عليهم لوليت منهم ذراعا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائلا منهم كم نبثهم قالوا لبثنا يوما ما وبعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا وحدكم بورقكم هذه المدينة فلنظر أيها أسكانكم وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائلا منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما ما وبعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا وحدكم بورقكم هذه المدينة فلنظر أيها أسكى فلنظر أيها أسكى طاما فلأتكم برزقهم منه وليتلطف ولا يشعر أن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم ويعيدوكم في ميلتهم لن تفلحوه إذا أبدا وكذلك أعثر عليهم يعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازحون بينهم أمرهم فقالبوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنمتخد أن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابع يقولون خمسة وسادس كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامن كلبهم قربي أعلم بعدة ما يعلموا منها قليل فلا تبار فيهم منها مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم من أحدا ولا تكون من لشيء فاعلوا ذلك غدا إلا أن يشاء الله وأنكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي أن يهديني ربي ليأقرب من هذا وشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وزادوا تسعان قل الله أعلم بما نبذونه غير السماوات والأرض أبسر به وأسمع مالهم من دونه من ولجه ولا يشرك ولا يشرك في حكمه أحدا وقل ما أحيي إليك من كتاب عبك لا نبدل لكلماته ولن تجد من دونه منتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعش الجيري دون وجهه ودعه ولا تعد عينات عنهم تريد سينة الحياة الدنيا ولا تتلع من أغفلها قلبا ومع ذكرنا واتبعها وهو كان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شافا يؤمن ومن شافا يكفل إنا أعتدها للظالمين لا والأحاط بإنصرات قوى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر يشفي المجوم جئس الشراب وساك مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا صالحات إنا لا ندعوا أجرما أحسن عملا أولئك لهم جعلنا تعدين تجري من تحدي من النار يعلون فيها من أسابر من داب من داب ويلبسون فيها بل خضرا من صندس وإستبرقهم التكين فيها على الأرائك نعم الثماغ وحسرت ومتفقا واضرب لهم صلى الرجلين دعينا لأحدهما جانمتين جانمتين من أعناب واحبخناهما بنخي ودعينا بينهما سرا كلتا الجانمتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجوا خلالهما نهرا وكان له ثمرا فقال لصاحبه وهو يحافظه وأن أثر منك مالا وآز نفرا ودخل جنة وهو ظالم لنفسي قال ما أظن أن تبهد هذه أبدا وما ذنسا فقاعمة ولن يدد إلى ربي أجدا خيرا منا منقلبا قال له صاحب وهو يحافظه وكفرت بيدي خلقك من طعب ثم من نتفة ثم من نتفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرش بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنة قلت ما شاء الله إذ دخلت جنة قلت ما شاء الله لا قوة لا بالله إن ترني أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جميلتك ويبسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا سلقا أو يسبح ماء وأغورا فلن تستيع لو طلبا وأحيط بثوريه فأصبح يقلب كفعيه على ما وأنفق فيها وإي خاضية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك ربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الملايات الله الحق وخير ثبابا وخير رقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما ينصرون من السماء فاقتلط به نبات الأرض فاقتلط به نبات الأرض فعصبح شيما تضلوه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا أمال والبنون سيدة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير العند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسجع الجبال وترى الأرض بارسة وحش الله فلم نغاد منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل سعمتم من لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشبقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لئذا الكتاب لا يغادر لا يغادر سميرة ولا كبيرة منها أحصانا ووجدوا ما يعملوا عاضرا ولا يغنر ربك أحدا وإن قلنا لملائكة السدون آدم فصدتوا إلى إبليس كان من الجن ففصد عنه ربي فتتخذوا له ذرية وولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشأتهم خلق السماوات والعود ولا خلقا فصد ما كنتم اتخذ المدين وما كنتم اتخذ المدين عظبا ويوم يقولون عدو شركاء الذين سعمتم فدعوهم فلم يستديبونهم فلم يستديبونهم ودعلنا بينهم موبطا ورعوا مجرمون أن رفضهم أنهم مواقعوا ولم يجدوا أنهم مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس إن يؤمنوا وإذا هم الهدى ويستغفر ربهم ويستغفر ربهم من الله تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم الهذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلى مبشرين ومعذرين والجادر الذين تفروا بالباطل بحجو بالحق واتخذوا آياتي وما أنذروا بسواه ومن أضلوا من من ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا دعنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوا وفي ذانهم مقرى وإن تدعوا من الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور من الرحمة لو يعاخدهم بما كسبوا لعجل له العذاب بلهم موعد لن يدنوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلتناهم لما ظلموا ودعنا لمهلكهم موعدا وإن قال موسى لفتاحنا برحها التابل ومجمع البحرين يوأم دياح قبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسي أخوتهما فاتخذ سبيله في البحر سعبا فلما جاوسا قال لفتاح آتنا غداءنا لقد نقينا من سفرنا ذا نصبا قال أريد إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانه إلا الشيطان من أنكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على ثالي ما قصصا فوجد عبدا من عبادنا ياتيناه رحمة من عبدنا وعلمناه من لدنا علا قال له موسى هل اتبعك على أن تعلم من ما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي الصبرا وكيف تصبر على ما لم تحت به خبرا قال ستجدني إن عشاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن تبعتني فلا تسأني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقا قال خرقتا لتغرق أهنا لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تعافذني بما نسيت ولا تركني من أمري غصرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا سكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تساعدني قد بلغت من لدني وغرا فانطلقا حتى إذا أتي أهل قرية استطعما أهلها ثابا ويغيثهما فوجد فيها جدار يريد أن يلقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأوين ما لم تستطيع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساجين يعملون في البحر فأربتوا الأعيبا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين مؤمنين فغشينا أن يرقهما طويلا وغفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ شدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلتم وعنمني ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرين قل سأتنو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قل لا يا ذا القرين إما أن تعذبها إما أن تتكذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فصل فعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه وذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فعله جزان الحسنا وسنقول له من مغنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم ندع لهم ينجونها سترا كذلك انقضع حطرا بما لديه قبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد العدوني ما قوما لا يكادون يفكهون قولا قالوا يا ذا القرين إما يأجود ومأجود مفسدون في الأرض فهل ندعن لك خرجا فهل ندعن لك خرجا على أن تدعن بيننا وبينهم سترا قال ما بكنني في ربي خير فأعينوني بقوة مجال بينكم وبينهم ربما آتوني إصبر الحديل حتى إذا سوا بين السببين قالوا الفقور حتى إذا جعلوا نارا قال آتوني يفرغ عليه الترا فما استاعوا يضعون وما استاعونه نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا ذا وعد ربي جعله تكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يوميذ يموج في بعضه ونفغ في الصون فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يوميذ الكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفعسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون يوليا إما تدرجى النمر الكافرين نسلا قل هل منبئكم بالأخسرين أعمالا الذي يظل سعيرهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون السمعا أولئك الذين كفروا بآيات ربي والقعائي فحبتت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة واسلا ذلك جزاء جهنم ماتفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا من الصالحات كانت لهم جنات الفردوس سلسلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم حائنا إي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقوى ربي فلعمل عملا صالحا فلعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا